رغم الكميات الكبيرة التي تصل هذه السوق من الخضروات المستوردة يجد الموريدانيون صعوبة في اقتناء حاجاتهم منها بسبب زيادة مفاجئة لأسعارها سعار الخضروات وائرة ونبقوها تنخفض على شوي شوف هذه زجيبت هذه ضركاتيها من بتارده هو بثمن تلافقية أسعار تلينا حتى من مواطني قطعان من ضرر من وائرة أي تنواتها ماتت قبل أن تجدوننا 450 أور وكاروتة هلت ميجي هذا مسكنين وعاد الزيادة التي وصلت مئة بالمئة في بعض أنواع الخضروات هي زيادة جاءت كرد مباشر من التجار على رفع الحكومة للضرائب الجمركية المفروضة على الواردات جمعيات حماية المستهلك ترى في هذه الزيادة عبءا إضافيا على المواطنين في ظل تدني القدرة الشرائية مواطنة المجتمع المدني تستنكر من خلال منتدى المستهلك الموليتاني هذا الإجراء الغير منطقي برفع التعريف الجمركية على الخضروات اللي يضر بالقوة الشرائية ولا يضر التاجر أصلا لأنه نحن بلد ليست لدينا حتى الساعة اكتفاء ذات من الخضروات وبالتالي لا ينبغي ولا يجوز أبدا أن نرفع التعريف الجمركية تزامن تديد جمعيات حماية المستهلك بهذه الخطوة وامتعاد المواطنين مع صمت حكومي رغم محاولاتنا الحصول على رد من الجهات المعنية الموضوع حساس يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى تأني كما أن هناك بدائل مفتوحة أمام الحكومة إما الاعتماد على بعض الدول المجاورة كالسنغال أو الجزائر في استيراد هذه المادة أو مراجعة قرار رفع الجمرك وحسب أرقام رسمية صادر عام 2022 فإن حاجة البلاد من الخضروات تقدر بـ 300 ألف طن سنويا أكثر من 80% منها تتم تغطيته عن طريق الاستيراد لا تحظى الخضروات المستوردة في موريتانيا بدعم حكومي ورغم المبادرات الحكومية المتكررة الداعية لتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء يبلغ إنتاج البلاد من الخضروات أقل من 20% من احتياجاتها سنويا طيب الغوث الحرة نوك شون